سيفا سبحانه راح نوصعنا قتلي لا ما عادش فينا لا لا خبير في السياسات الفلاحية خبير في السياسات الفلاحية جستما نحب نسألك على القطاع الفلاحية في اسفاقس عنده مميزات كنقول له اسفاقس نقول له الزيتون هل هي ذي الميزة الوحيدة للقطاع في اسفاقس وهو كذلك والسيدة اللي قبل جيهان لخصة المناخ العام اللي هو مواشا تركتي فاذاك عليش قاعدين احنا نوخروا في برشا قطاعات في ولاية اسفاقس ونحب نقول حاجة راه اي ولاية في تونس تقدم في اي مجال صناعي فلاحي راه الفائدة عامة على الجمهورية كاملة ما هياش تبقى هذيك الفائدة على الجهة هذيك لانها هي مش تبعث ضرائب بعدين كلها ديناميك وسينارجي على تونس كاملة فبالتالي نفرحه اي ولاية يعني تقدم راه المصلحة عامة وتجرم تجر الدران حولها ولايات اخرى حتى منطق الاقاليمي واللي يجي مين تعش بها بالنسبة المطلوب الجهة سفيقس مطلوب العديد مطلوب في القطاع الفلاحي مطلوب في القطاع الفلاحي القطاع الفلاحي احنا توقعت نخمم مش مش نقول لكني مش نحكي على المعوقات لانه البوتانسيال اللي تحكي عليه الزيتون فيه ما يتقال ما شاء الله معناه عاصمة الزيتون التاريخية زيتون اللوز اللوز قاعد ينقل اليوم في الصناعات التحولية في التوسكي معناه لحوم بيضاء وغيروس فيخ لو لا طبعا مقومات كبيرة لكن قاعدة تنقص تربية الابقار وانتج الابين قاعدة تنقص الابقار كانت حتى السنوات 13-14 كانت الاولى اصبحت يعني تول ثالثة ولا الرابعة علاش لانه هذيك الميكانيزم والاليات اللي تخلي تحافظ ما وانتك عندك حاجة تحافظ عليها هذيك مقاش موجودة حافظ عليها راب حاشين وانك تبقى تخدم وانك تزيد طور من روحك لانه غيرك كيف قاعد يخدم رابشيطة تطور باش وقت اللي تشوف انت على مستوى الجهوي ما فماش استثمار حقيقي استثمار مش على مستوى الفلوس برك حتى على مستوى البشري باش تجم تواكب وتأثر الناس هذوما استثمار المستوى البشري مع انتها تكوين ثاني مثلا المندوبية الفلاحية هتعطينا دورها في الفلاحة لانه انتك شكون الخاطب بالانتاعك في ولاية السفاق هي الولاية هي المندوبية واول حاجة المندوبية في الفلاحة انا اعطيك مثالا فشل تام اللي هي حشرة الكرمزين فشل تام يعني كانوا مع ناسة ما احني راقدين بالنوم وتوافاقوا شوية وقت اللي طعالت الاصوات وولت داخل الديار وكان فشل ذريع لانه معلول استهجنوا العملية هذية والانتشار انتاحها والانتشار هذية مش يضر تونس كاملة علشان رجعنا نقول لك راي كيفما تنمية في ولاية تعمل وكيفما ما ظر في ولاية تعمل عن ناس الكل لانه توحنا مهدين ان الحشرة تخلط الكامل ولاية الجمهورية عندنا مئات السوسيتين مصدرة عندنا عديد الاشياء عليش احنا منوقفوش لروحنا هذا هذا معطل للتنمية هنعطيك حاجة اخر اللي كنا نجمه نقدم فيها تحكي على تربيه الابقار منطقة الحاجب اللي كانت بلاتفور منطقة تربيه الابقار لو عندك 3 ولا 4 موربي لانه عندنا منطقة سقوية كانت تجم تخدم بالمياه المعالجة هذية معطلة تقريبا ما فيه سلسة مرة الكاملة بيش تولي المنطقة تعطي تجم تسقي 450 كتار اهو ترمبة وعادمة اهو قنوات قديمة اهو ترشنوة يعني معناها مشاكل كبيرة كيما قلنا البحر وما ادراك معنا اكبر ساحل نجمه نخرجه منه صناعة بحرية اهو نحن نحكيه على صناعات بحرية في تونس موش في ساحل احبزنا نحكيه على سيد بحر صحيب على سيد بحري تجم معناها تعمل الهيكلة جديدة بيش تولي الناس معناها تهيكل الناس يعني عديدة انا انا نحب نسأل سؤالي انو معنا برشة وقت من دقيقة سيفوزي لكن ثم سؤال محوري ومهم البارة حتى سمعناهم عند لخيانة فيما يخص القطاع الفلاحي يقول لك فما بوتونسيال كبير لتطوير القطاع الفلاحي والنتاج الفلاحي في بعض الاختصاصات الفلاحية لكن ثم مشكلة بتاع اجراءات وقوانين على المستوى جيهوية ترتبط دائما من سنة والسنة يجاوبونا من الوزارة سنة يجاوبونا من مشكل قايم الذات ومشكل في تونس كاملة وفي سفاقص بالاخص الحقيقة عندي وقت تجي تمشي تعمل حاجة احيانا في ولاية اخرى تقضيها في نهار وفي سفاقص تقت شهرين ثلاثة شوية من الحنة انا نقول شوية من ارتابة ليدين الحنة هي على مستوى القوانين المركزية وكذا وارتابة ليدين المسؤولية ترجع كذلك ونحمل المسؤولية لابناء سفاقص لانهم مقصرين في الدفاع عن ولايتهم وهذه معناها نعتبرها مثل 60% من المشكلة الرئيسية يعني تكسحة فوتي شكرا شكرا لليكا لحظرك معنا كيف كيف كل شكر وكل خيان اللي رافقونا في الاستماع وما زلتوا اتابعوا توت سويت باش ننتقلوا مباشرة للملعب الطيب المهيري بيسفاقص وين موجود زمي الناوسين بالعربي في حوار خاص اليوم مع المكتب الجديد للسياسيس مع ذيوفه ان شاء الله عديد المعلومات وعديد الأخبار اللي بش تكتشفوها حول السياسيس وحول الجماعية الكبيرة هذي اللي تعتبر من أبرز الجماعيات الرياضية اليوم في تونس في هالحوار هذي توت سويت يمشيوا الملعب الطيب